انطلقت قافلة جسور الخير إلى حلايب وشلتين وبراماض محملة ب64 طن من المواد الغذائية والملابس الجهزة وكمان بتضم القافلة خدمات طبية بتشمل 37 طبيب القافلة بتعتبر هي الأكبر من نوعها بمشاركة 54 من أعضاء جامعة المنصورة تخلينا نعرف تفاصيل أكتر معاني على تليفون الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة صباح الخير يا دكتور أهلا وسهلا بك صباح خير يا فندن صباح خير يا سيد محمد أهلا وسهلا بك لو تكلمنا عن المواد الموجودة أو اللي اجتملت عليها القافلة الطبية وعايزين نعرف بقى كمان عدد الناس اللي مشاركة في القافلة والتخصصات كمان الحاجة طبعا القافلة تعتبر القافلة رقم 21 تطلق عليها بصورة خير 21 ولا تطلق للمناطق الحدودية في جمهورة مصر العربية ودي طبعا من المبادرة الرئاسية التي أطلقنا في خامد الرئيس لتنمية المجتمع المصري وتكافل جميع مواطني كمانات مصر العربية والكافلة تطمنت لأول مرة في جامعة المنصورة 64 طن من الأرز والمكارونة 17 طن الأرز و17 طن مكارونة ودقيق أيضا وكذلك فراخ مجمدة يعني الحياة طبعا وملابس جاهزة يعني الحياة طبعا دي تعتبر دعم من جامعة المنصورة بالتعاون مع وزارة الضمن الاجتماعي وحياة كريمة والحياة طبعا تم إطلاقها بالأمس محملة بـ 37 طبيب متخصصين في كافة المجالات سواء الطبية أو الطب البيطاري أو الزراع وكذلك فيها قافلة رياضية وعلى استعداد تلظيم منح تعليمية لأهلنا في حالي بشلاتين والحياة ضمت إداريين بلغ عتدهم 54 عضو إداريس وكهاز إداري من جامعة المنصورة طيب دكتور مدة القافلة قد إيه وحضرتك قلت أن جسور خير دي القافلة الـ 21 هل حضرتك تتكلم بشكل عام ندي 21 في جامعات كلها ومحافظات كلها ولا من جامعة المنصورة فقط لا هي من جامعة المنصورة فقط القوافل بدأت منذ أكثر من أربع سنوات وده من المبادرة الرئاسية التي أطلقها في حامة الرئيسة عفتاح السيسي والحقيقة إحنا جامعة المنصورة واخدأ أرقام وده للمناطق الحدودية فقط بالإضافة لدينا قوافل طبية داخلية على مستوى أهلي أو المحافظات المجاورة إنما القوافل الحدودية تم إطلاقها عددها رقم 21 جميل جداً مدتها أديها فندم وهل بنعرف الأهالي في هذه المحافظات من إحنا رايحين أو بنعرفهم إزاي؟ الحقيقة طبعاً بيتم التنسيق مع سيد المحافظ البحر الأحمر قبلها في ثلاث شهور ومع القوات المسلحة وزارة الصحة وزارة الرضام الاجتماعي كل الجهات التنفيذية على مستوى الداخلية أيضاً وعلى مستوى المحافظة اللي احنا رايحين لها حيث أن احنا نقدر نعرف إيه المطلوب مننا وإيه خط السير وبالتالي القفرة تم إطلاقها بالأمس ووصلت يوم الجمعة مساء وبدأت عاملها النهاردة لمدة أربع أيام حتى يوم الثلاثاء نهاية يوم الثلاثاء وسوف تعود إلى المنصورة يوم الأربعاء باكر بالسلام إن شاء الله طيب أهلينا اللي حتحتاج عمليات هل القفلة تقدر تساعد في حاجة زي كده ولا مش متاح إجراء العمليات؟ لا طبعاً إحنا لدينا كافة التخصصات الطبية والسيطلية وكذلك التمريض وطب الأسنان وحاجة يعني كفلة متكاملة بكل الإمكانيات تستطيع أن تجري العمليات المتاحة بالأماكن المتاحة في حلاب وشارتين في محافظة الوحى الأحمر إنما لو في عمليات كبرى تتطلب تدخل جراحي وعمليات خاصة بيتم إرسال المريض إلى جامعة المنصورة بدون أي نفقات يعني المرضى لن يتحملوا أي نفقات سواء داخل محافظة بحر الأحمر أو داخل جامعة المنصورة على مدار العام بالكد عظيم طيب المساعدات بقى فاند من الموجودة ضمن هذه المبادرة إزاي بيتم تجمعها؟ وهل الجامعة هي اللي بتتكفل بيها؟ ولا ممكن أعضاء هاي التدريس يشاركوا فيها؟ إحنا طبعاً فاتشين الباب لكل الجهات والحقيقة يعني إجوزات الزمن الاجتماعي فهمت معنا بمجهود ضخمة جداً وحياة كريمة والحياة كوية يعني وزارة الصحة تعاملت معنا أيضاً فتم تكافل كل الجهات التنفيذية داخل محافظة أهلية وكضاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة يعني لتضامن مع بعض بحيث أنك توصل الخدمة على مستوى طويل جداً طبياً ومواد غذائية وحياة مواد تنمونية تكون يعني مستوى هي ليك بجامعة المنصورة طيب عدد الناس اللي موجودة في القفلة ما شاء الله كبير وضخم يعني ما بين أعضاء هاي التدريس ومتطوعين وأطباء وغيرهم أنا عايز أعرف كلهم من العاملين بجامعة المنصورة ولا ممكن يكون مفتوح المجال للمتطوعين ويبقى نوع من أنواع تنمية المجتمع والتدريب كمان بالنسبة للخارجين لو حابين أنهم ينضم إحنا طبعاً قافلة يعني الحياة من عددها 54 فرد سواء كان عضوية تدريس من زملائنا بدءاً من وكالاء كلتو الطب الحياة لفش نخدم المجتمع تنمية البيئة مروراً بعضاً تدريس متخاصصين في المجالة الطبية والزراعية والحياة والرياضية إنما وجهاز إداري إنما كلها من أبناء جامعة المنصورة وما فيش مانع فكرة حضرتك ممكن نتبنىها بالفترة القادمة يكون لدينا كل فترة نأخذ خمسة أو عشرة من خريجي كليات الطب اللي يمارسوا هذا العمل التطوع كل شكر لحضرتك دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ألف شكر لي كفاً